طيب تعالى باللأزمة التانية نهاردة المفروض كان معاد سفر منتخبنا الأولمبي إلى بردو عامل معسخر إعداد من يوم عشرة ليوم 24 هيلعب مباراتين مع العراق ومع أوكرانيا وتقال المباراة يوم 14 ويوم 17 كويس جداً معسخر إعداد جيد جداً هتلعب مع أوكرانيا لأن معك أسبانيا هتلعب مع العراق لأن العراق بتنتمي لقرة أسيا فهتلعب مع أسباكستان إحدى المدارس اللي موجودة في قرة أسيا ده استعداد فني كويس جداً ولكن على الجانب الإداري حصلت أزمة النهاردة فين المنتخب قالك ما سافرش إزاي ما سافرش قالك ده هيتمرن النهاردة بالليل طب هو مش المفروض السفر النهاردة قالك فيه مشكلة بصوا بقى تسلسل الأحداث جزائي الأول قالك أصل فيه مشكلة فيه مسألة الأيديهات الخاصة بالمنتخب هي المشكلة مش في الطيارة كلام اللي تقلد من الصح على فكرة لأ خلينا نتكلم بس بدقة ونقول التفاصيل اللي حصلت بجد اتقال أصل المشكلة في الأيديهات وأن الأكريديشن المفروض ياخدو المنتخب عشان يسافر باريس لسه مش جاهز لكل أفراد البعثة واتقال كمان أن فيه مستندات وبعض الأوراق لسه ما جاتش من السفارة الفرنسية عبر اللجلة أولمبية الدولية زي الأكريديشن والتفاصيل ده عشان البعثة تسافر النهاردة لما تاخد الكلام كده وتسمعوا الكلام غريب شوية ليه؟ أي دورة أولمبية أو أي بطولة بتغضع لتعليمات ولوايح الفيفا بتبقى فيه فترة معينة من الفترة دي أنت بتبقى على زمة الاتحاد الدولي أو على زمة اللجنة الأولمبية الدولية مثلا يعني بطولة هتبدأ 24 أنت لازم تكون موجود في باريس يوم 18 ليه؟ لأن أنت من يوم 18 أنت الإقامة والتنقلات وكل المصاريف وكل التفاصيل هتكون ملزمة من الدولة المنظمة مع اللجنة الأولمبية الدولية فأنت كده 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 مسافر رايح فرنسا وهتلعب في فرنسا فأنت لازم تكون موجود من يوم 18 من يوم 18 تقدر تخش فرنسا أو تدخل فرنسا بالأكريديشن الـ ID اللي هو الاعتماد من اللجنة الأولمبية الدولية والاعتماد من السلطات الفرنسية حتى إحنا كإعلاميين بيحصل معنا ده في بعض البطولات على فكرة يقولك البطولة تبدأ يوم كذا دخولك إلى الدولة بالتأشيرة دي هتبدأ من يوم كذا الاتحاد الدولي ساعد بيسهل الإعلاميين التأشيرات فبيبعات له تأشيرة تبقى للأبروف اللي بيجيلك على تخطيط البطولة فلما بيجيلك التأشيرة أنت بتسافر من يوم مثلا 18 عايز أنت تسافر قبل 18 بتروح للسفارة تجيب تأشيرة تغطي الفترة اللي هتقعد فيها في فرنسا قبل ما تبدأ الفترة التانية طيب النهاردة الاتحاد لما حاب يرد قالك إيه بعثة المنتخب الأولمبي أنهت إجراءاتها الخاصة باستخراج تأشيرات السفر إلى مدينة بردوغ طب تمام يعني أنت خلصت الإجراءات وشايفين طبعاً اللي مكتوب هو على الشاشة ده على صفحة الاتحاد ده الكلام ده مش معندنا ولكن قالك من المنتظر استلام التأشيرات بالتنصيق مع اللجنة الأولمبية طبقاً لإجراءات السفارة الفرنسية واللجنة المنظمة لدورة اللعاب الأولمبية مع كامل احترام للجملة دي ما لهاش علاقة بالمعسكر اللي أنت مسافر الكلام ده لو أنت مسافر يوم 18 وتقالك ما يفعش تسافر هنا الكلام ده يبقى ليه معنى فعلاً وقالك أن البعثة حجز الطيارة خاصة وخلاص تم تأكيد الحجز وسدادة التكاليف بعد استلام التأشيرات اللي أنا سامقه ده لا كده أنت مخلش التأشيرات بدليل أن النهار ده الساعة 8.30 بالليل في تدريب في ملعب الدفاع الجوي وأن في معسكر مستمر في مصر اللي لسه إجراءاتك ما انتهتش أو لم تتم بشكل نهائي إذن إحنا أمام مشكلة إدارية كارثية في مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام أنا بصراحة زهقت وجبت آخري يعني على مدار سنتين ثلاثة مفيش حاجة إيجابية واحدة شفناها في الاتحاد ده قلناها سبوكم من نتائج يعني أنت ممكن على المستوى لإدارة تكون عامل شغلك على أفضل ما يكون ولكن النتائج مش في صلحك مش موفق ولكن هتيجي من النتائج إيجابية وإنت عندك كل هذا العك وأنت يا جماعة مش واغدين بالكم أنتم سافرين دورة أولمبية ففي فترة معينة مسموح لك أنك تسافر بيها بالأكريديشن عادي بالأيدي عادي ما فيش مشكلة ولكن لو هتسافر قبلها لازم تخلص إجراءتك مع السفارة الفرنسية لازم تسافر بتأشيرة موجودة على الباسبور دا لو ما تعملش يبقى إحنا كده جايين نهزر يعني المشاكل في المسابقات في الحكام في شؤون اللاعبين كل حاجة غلط اختيارات الأجهزة الفنية مجاملات في كافة القطاعات آخر مجاملة كنت بتكلم فيها مبارح ولسه وقتها جاي في موضوع تعيين إبراهيم نور الدين يعني أنا مش قادر أتخيل إحنا وصلنا لمرحلة لما عايزين نحط حد في لجنة الحكام يطور ويبقى مدير فني جايبين واحد ممكن يبقى لسه بيحكم وآخر سنة ويعتزل دا عادي أنا مش بتكلم على دي ردوان جايب لسه متعين في المغرب فيكتور جوميزة تعين في جنوب إفريقيا بس دول حكام راحوا كاسعالم عندهم خبرات الناس لما تقعد مع الحكام الدولي تدي محاضرات الناس تسمع لهم دا مثال من ضمن الأمثلة ولكن وصلت لمرحلة اللي احنا عايزين نسافر في فرنسا بالأكريديشن قبل معاد البطولة باربعتاشر يوم هو أنت مش اللايحة جيالك أن انت في توقيت معين بتسافر عشان تدخل نطاق البطولة من يوم كذا هتسافر قبلها اعمل إجراءتك انت يعني هتسافر قبلها اعمل إجراءتك انت أنا مش عايز أتكلم على مين كمان كان بيتخاني على رئاسة البعثة المفوض المشرف ومع المنتخب الأولمبي اللي كان استقال ورجع في استقالته كابتن محمد بركات فجأة بقى له يا صاس جمال علم ورئيس البعثة صاس جمال علم ورئيس البعثة المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب الناشئين ومنتخب الشباب والكونجرس بتاع الكاف وكونجرس الفيفا كل السفريات الرجل هو رئيس البعثة وفي التدريبات الرجل موجود بشكل دوري على طول موجود بشكل دوري وكل عضاء المجلس موجودين ولكن يا جماعة انتу عندكو مشكلة هو المفروض نسأل كده واحنا عاديين كابتن بركات ما تسأل كده محمود حرب ما شوف القرار الوزاري نقيسكو حاجة أنا لما كنت مسافر مع الأهلي قبل كده كنت دايماً أول كلمة بسمحها من رئيس البعثة أياً كان من عضو مجلد زراء رئيس البعثة أول حاجة بيقولها لما بيقابل الجهاز الفني والإداري قبل السفر بيوم والاتنين في التدريب نقيسكو حاجة محتاجين حاجة إجراءاتكو تمام التأشيرات تمام الأكل والشرب والحاجة كلها تمام ده ألف به ولكن احنا راحين التدريب عشان نتصور ونقعد كده ونقعد كده ونعمل كده ونشرب الشاي ونتفرج على اللعيبة وناخد الصورة ويجي معالي الوزير يسلم ونقول الكلمتين ونتصور ونزل الصورة على صفحة الاتحاد طب فين بقى الشغل؟ مفيش شغل فين بقى المعسكر؟ مفيش معسكر كده احنا جايين نهزر بقى يعني أنا نفسي أفهم هي الانتخبات باية عليها دي احنا في شهر كيام سبعة لسه نستنى كمال لشهر يناير ممكن يعني أتمنى أتمنى يبقى فيه مسؤول بيسمعني دلوقتي الدورة الأولمبية في باريس تخلص وتاني يوم يتم الدعوة لانتخابات غيروا اللايحة ما تغيروش اللايحة بجد احنا زهقنا يعني أتمنى أتمنى يكون فيه قرار بقى في الساعات اللي جاي نخلص من الهرجالة اللي بتحصل دي كفاية كفاية مشاكل في كل حاجة مشاكل في كل أنا لغاية اللحظة دي على مدار ثلاث سنين مش شايف واحد قاعد على كرسي في الاتحاد ولا في الربطة ولا في المسابقات جدير بالمكان اللي قاعد فيه والله العظيم مش شايف واحد أنا مش شايف حاجة إيجابية أقولها غير الناس بتتصور وبتفكر إزاي تعمل اللقطة وبتفكر إزاي تقدم حاجة كده لنفسها لكن للبلد لأ للمنتخبات لأ تطوير مش موجود إنجازات مفيش 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 أي حاجة خالص ده حتى مشروع الهدف اللي بقى أنه ستين سنة بنحضر فيه لا المنتخبات بتتمرن فيه ولا حد بيقعد فيه والغاية دلوقتي مش عارفين المشروع ده إيه ظروفه وتعمل افتتاح رسمي وجبنا رئيس الاتحاد الدولي وكله تصور ومش عارفين إيه الوضع الواحد زهق وتعب من كتر الكلام في المشاكل اللي موجودة حتى المنتخب اللي قلون بآخر حاجة للمجلس ده شايفين النهاردة اللي حصل مش عارفين يسافروا عشان عايزين يروحوا باريس بالآي دي يخشوا دولة أوروبية بالآي دي قبل معايد البطولة بحوالي 14 يوم انت عامل معسكر نظم إجراءات المعسكر طيب هل كده لو مش هتقدر تسافر ما احنا عارفين برضو يا جماعة التأشيرات في أوروبا لازم قبلها فترة قولونا قولونا لو احنا كلامنا غلط انتوا قدمتوا على التأشيرة إمتا؟ مش في تاريخ لتأديم التأشيرة؟ تأشيرة الاتحاد الأوروبي دي لها موعيد وليها إجراءات قولونا قدمتوا إمتا؟ قولونا انتوا كلامكم غلط عرفونا انتوا عملتوا إيه؟ حسسونا كده وعرفونا اللي غلط مش عند الاتحاد عند الجهات أخرى ما عندناش مشكلة بس اللي قال النهاردة ده يؤكد لا ان المشكلة جوة الاتحاد المشكلة لان انت مش هتقول معادل معسكر ومش هتحدد معادل صفر إلا ما يكون مستلم كل حاجة لكن طالما فيه حاجات متأخرة يبقى انت إجراءاتك ما كانتش مزبوطة وتبقى كارسة بجد لو انت مسافر فرنسا بالأيدي ودون تأشيرة على أساس ان لك عنك دورة يوم 24 سبعة والنهاردة لسه 10 سبعة حاجة خير